لشهر سبعة تموز يوليو عام الفين واربعة وعشرين سنقرأ للبرج صاحب الشخصية القوي جدا وهو من أذكى الأبراج وقادر على السيطرة على الأشخاص اللي منحوله هو شخص قيادي بالفطرة أكيد أنا بحكي على البرج الترابي برج العذراء الرجاء من الجميع اللايك التجيعي والأشخاص جدوا على القناة ما ينسوا بالاشتراك ومهم جدا أن يفعلوا زر الجرس عشان نكوننا على المباشر مع بعض بإذن الله تعالى طبعا للتواصل بتلاقي رقم الواتساب بتحس في الفيديو وبسندوق الوصف ومراتا بكتبه في التعليقات شكرا على التعليقات الرائعة جدا اللي بكتبولي إياها تحت في الكومنتات وبتشكر كل الأشخاص اللي بيستخدموا ميزة شكرا لدعم القناة كل الحب والتقدير لكم يا أصدقائي لنرى كيف الأحداث ستكون مع مولود بورج العدراء التقي شر من أحسنت إليه وخصوصا أن هناك شخص من مقربين من حولك هذا الشخص كالثعبان بحياتك أمامك بتحسه كالملاك ممكن أحسن أشخاص إلك بس هذا الشخص سيء جدا لأنه بيستخدم معك الغدر والخيانة بشيل الغباش عن عيونك وأعرف صديقك من عدوك ولا تتردد بمواجهة هذول الأشخاص بشكل مباشر على شان توقفهم عند حدهم من ناحية أخرى ستكثرون من الأعمال الإضافية خلاف عملك الأساسي لإنت قائم عليه لكي ترفع من دخلك المادي وستنجح أنك تحصل على مبالغ مادية جيدة جدا تدخلك تحسين على وضعك المالي ولكن يا مولود برج العدراء اللي بتأخذه باليمين قاعد بروح منك باليسار كافية يا أصدقائي بسبب النفقات والمصاريف الكثيرة جدا وأغلبها مائلها داعي من الأساس كنصيحة حاول إعادة ضبط أمورك المالية والمسؤوليات المطلوبة منك من أول وجديد استلاحة أن هناك العديد من الفقات والمصاريف مائلها داعي من الأساس فلا تتردد أنك تنظم أمورك المالية أما الأشخاص القائمون على أعمالهم سيقوموا بأعمالهم طريقة رائعة جدا بهدف دعم مركزهم فالفرصة متاحة للمولود برج العدراء لترقية أو منصب جديد ولكن هناك بعض الزملاء اللي ما بحبوا لك الخير دائما بحاولوا شوهوا سمعتك أمام رؤسائك في العمل بهدف المقلل من قيمتك ولكن صفحتك نصاعة البياض أقوى من مخططاتهم الفاشلة فلا تعطيهم أي اهتمام وانت بالاتجاه الصحيح وألف مبروك للمحالفهم الحظ ترقية أو منصب جديد لمولود برج العدراء أما الأشخاص اللي يبحثوا عن فرصة عمل جديدة هناك بعض الفرص اللي لا بأس بها يكون أغلبها كمدلة من الأصدقاء المقربين من حولك تزداد نشاطاتك في الأمور البيع والشراء والأشخاص بتعاون بالأساس في الأمور التجارية في البيع والشراء سيحققوا صفقات رائعة جدا يحصلوا منها مبالغ مادية أكثر من ما بتوقعوا الشهر في الأمور المالية الحظ يبتسم لك وعديد من الفرص تتاح أمامك دعنا أشرح لكم يا أصدقائي شو معنى كلمة فرصة؟ الفرصة عبارة عن وقت قصير يا بتلحقها يا راحة عليك فيجب أن تأخذ قرار بشكل سريع جدا ولكن لا تقعب فخ التسرع يعني ادرس هذا الموضوع اجدك فرصة بشكل سريع وباخد قرار نهائي هيك تقدر تحصل على الفرص المتاحة أمامك تزداد أشاطاتكم في الأمور الاجتماعية مثل زيارة الأقارب والأصدقاء وخصوصا تكثر من السفرات القصيرة هناك العديد من الأشخاص اللي راح ينعجبوا بك يا مولود برج العدراء وخصوصا شخصيتك الرائعة جدا والبراقة والمليئة بالنشاط والحيوية استعرف على شخص رائع جدا وترتاح لصحبته هذا الشخص من الأبراج المائية استنعجب به وهو ينعجب فيك وخصوصا الأشخاص اللي المفصلون أو العازبون فالفرصة متاحة لقصة حب جديدة لمولود برج العدراء ان شاء الله يكون نهايتها الزواج الصالح أما المتزوجون استنزاح الغاب السوداء عنك وعن الشريك ورح تقدر تعرف صديقك من عدوك وخصوصا أنه في أشخاص كانوا بالفترة الماضية بحاولوا زرع الفتنة بيناتكو هم سيئين جدا وبيحاولوا أن يصير انفصال حتى لو بدهم يعملوا أمور ما خلف الطبيعة لي لعني هيك أشخاص لي لعني أصدقائي هذا الشخص بكون بده يخرب بيت كامل وعائلة وأسرة إن شاء الله ما رح يحقق أهدافه التي يسبو إليها فعقلك الراجح رح يدلك على الطريق الصحيح وحافظ على هدوء أعصابك ولا تعلي صوتك في البيت علشان ما تتوتر الأمور تخلي هذا الشخص يحقق أهدافه التي يسبو إليها أما الأشخاص اللي عنده بشريك حياة مستقبلي كيف يعني شريك حياة مستقبلي؟ يعني بكون في شخص متفق انتوية على الزواج بإذن الله تعالى في القريب العاجل وليس الآجل حاول قدر المستطاع لك تكون قريب جدا من الحبيب وخصوصا إنه اخترى موعد الزواج بيناتكو ويتفكر بشكل جدي بهذه العلاقة ولكن تطلع على الحبيب ما بيبادل لك نفس الشعور وتشعر إنه مش جاهز للمرحلة القادمة هذا الموضوع يشعرك أحيانا في القلق ممكن إنه يخيب آمالك وما يوفي بالوعود الوعدك فيها هذا الموضوع رح يخليك تحط النقاط على الحروف وتواجه الحبيب بكل إشي يدور في رأسك حاول قدر المستطاع إنك تستخدم طريقتك اللي هي القراءة ما بين السطور أنت بتقدر من كلمة واحدة تعرف ماذا يدور برأس الشخص اللي أمامك يعني الحبيب بس بده يحكي انصط إليه جيدا وسعيدها رح تتجاوب على عديد من الأسئلة التي تدور في رأسك وآمن بحدثك لأنه مش رح يخيب ضلناك هذه المرة كونوا أكثر وعيا في الطرقات المفتوحة أو في مراكبكم الخاصة لأنه مولود برج العدراء قد تتعرض لحادث بسبب الأمور الكثيرة جدا التي تدور في رأسك بتسبب لك ممكن سرحان أو شردان بالعقل هذا الموضوع خليك تسهى والحادث ثاني واحد ممكن يصير الله يحماك بحمايته ويبعد عنك كل مكروه أما في الأمور الصحية قد تشعر أحيانا في التعب والإرهاق الجسدي المضاعف هذا نتيجة تحركاتك الكثيرة وأيضا سفراتك القصيرة وأيضا أعمالك الإضافية جسمك إلو عليك حق يا مولود برج العدراء فحاول بعد ما تنهي إذا فيها عندك أعمال متراكمة قل هتنهيها بعدها خذ استراحة لكي تستعيد نشاطك وعافيتك من أول وجديد وإذا بتتعرض لأعراض غير اعتيادية مثل آلام في الخاصرة أو تساقط في الشعر لا تتردد أنك تذهب للطبيب وتعمل فحوصات اللازمة وتتطمن على نفسك لأن يا أصدقائي كل شي بتعالج بخلص وبروح والما بتعالج بالثاقم وبزيد الله يديم عليك الصحة والعافية دائما يا أصدقائي أما الأشخاص اللي عندهم امتحانات داخلية أو خارجية أو عندهم مطالعة الفترة رح تكون رائعة جداً بشهر 7 تموز يوليو عام 2024 ويبتسم لك الحظ في الأمور الوراقية ستحقق إنجاز رائع جداً اللي حاولك ولكن هناك بعض الزملاء اللي سيحاولوا إنهم يضيعوا وقتك الثمين بهدف من رجعوا مستواك إلى الوراء حاول قدر مستطاع إنك تظلك محافظ على برنامجك الدراسي اللي أنت بتعمله كل يوم بهذه الطريقة هؤلاء الأشخاص ما رح يقدروا يحققوا الأهداف التي يسبوا إليها نقبل يا أصدقائي بس قبل ما أكمل بحب أعلمكم أنا بعمل ثلاثين قراءة خاصة ومجانية بتم اختيارهم من التعليقات اللي تحت اسمه للفيديو كل آخر الشهر اللي ما بحال في الحظ هذه المرة ما يزعل إن شاء الله من الفترات القادمة سيحال في الحظ ويكون أحد الرابحين معي بهذه القراءة أما للتواصل أعطلق الواتساب بتلاقي رقم الواتساب تحت اسمه الفيديو بسندوق الوصف ومراتاً بكتبه في التعليقات أما الأشخاص اللي بتربح معي قراءات خاصة القراءة عبارة عن كشف كامل روحانية عاطفياً ومهنياً وتوقعات الأشهر القادمة بإذن الله تعالى إذا في موضوع معين أو مشكلة معينة أو متعرض الحسد أو السحر أو الأعمال السفلية اللي تناقش فيها بشكل مباشر وبإذن الله تعالى بنلاقي لها حل كل الحب والتقدير لكم يا أصدقائي وإن شاء الله القادم سيكون أفضل وأفضل شكراً؟